السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل مهلا بيت الأوريو وصفة سهلة وبسيطة وسريعة زي ما تعودتوا علي لأول مرة بشوف قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك شان يوصل لأكبر عدد من الناس جبت الأوريو وقمت الحلول اللي فيه الحشوة تبعته طبعا هاي الحشوة بدنا نستعملها بالخليط اللي بدنا نسويج بدنا لتر من الحليب أو أربع مقات من الحليب إذا ما في عندك حليب سائل ممكن حليب بودرة المق بده معلقتين من حليب البودرة وبدنا نحط سكر سكر دائما بحكي لكم حسب الرغبة وحسب احتياجك أنت بتحبيه الأكل مسكر بتكتري ما بتحبيه بتقليلي أنا حطيت للتر الحليب أربع معالج من السكر الكبار يعني كل مق بده حطيت له معالجة بتحبي تحطي أكتر حب يعني حطي ما فيه أي مشكلة هذا برجع لإلك بدنا نحط نشا حطيت ست معالج من النشا معالج كبيرة ممكن تحطي خمسة إذا بدك إياه يكون تقلو أخف وبنحركه على البارد تحريك مزبوط بعدين بنحطه بنرفعه على النار قبل ما نرفع على النار بدنا نحط الحشوة تبعة البسكوت طبعا إحنا ما بنكتر سكر لأنه برضو حشوة البسكوت كلها سكر فهذا اللي خلاني ما أحط كتير سكر في الخليط بحركه مزبوط مزبوط وبرفع على النار بدلني أحرك فيه لحدية ما يتقل معي شوي حطيته على النار وحركته خليت بنتي تحرك فيه لأنه ما بيصير إني أتركه من دون تحريك بخاف إنه ينشعت من تحت أو يتكتل معي بنطحن البسكوت زي ما أنتو شايفين بأي طريقة بالكبة بالكيس زي ما بدك الموجود عندك ممكن أنك تعمل فيه بدي أطحن وطحن خشن عشان يضل مبين معي بالمهلبية زي ما أنتو شايفين كثافة الخليط كيف صار هسا بدنا نحط عليه البسكوت يعني طعمها كتير كتير زاكي هاي المهلبية إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم في تقليد الأوريو ممكن تحطي أنا حطيت تقليد الأوريو ممكن تحطي الأوريو هذا برجع لإلك وللميزانية اللي عندك وكيف أنت بتحبي التقليد الأوريو طبعا رح يكون أرخص من الأوريو فبتحبي إنك تعملي فيه يعني عادي ما فيه أي مشكلة هيك خلصنا طبعا حطينا للبسكوت ودغري طفينا ما خلينا يغلي كتير معه نحطه بكواب التقديم بكسات أو بصحون أو ممكن ببايريكس كبير وتقطعي بصحون هيك خلصنا خلينا يبرد بحرارة المطبخ ما حطينا لسه بالتلاجة وبدنا نحضره للتزيين طحنت أربع حبات من البسكوت نفس البسكوت اللي عملت فيه وبدأ حط على الوجه ممكن تستكفي زي هيك وممكن تحطي كمان من الحبات الأوريو الصحيحة برضو على الوجه وهي وصفتنا هيك خلصت وصفة سهلة وبسيطة وسريعة زي ما أنتوا شايفين إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم اللي بجربها وبتعجبو يحكي لي بالتعليقات واللي ما بتعجبو برضو يحكي لي بالتعليقات تعليقاتكم كتير بتسعدني وكتير بتبسطني أنتوا تقريب يعني كل المشتركين معي ما شاء الله عليهم زوج تعليقاتهم حلوة وما بحبوا أنهم يعني بحبوا أنه دايما يرفعوا معنوياتي ويعني ويحمسوني ويشجعوني وهيك خلصنا الفيديو إن شاء الله بيعجبكم ويعطيكم ألف عافية